بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلابي وطالباتي عبر قلوات عين نبدأ الدرس لهذا اليوم المرحلة هي الابتدائية لصفوف التربية الفكرية صف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول المادة لغة انجليزية وموضوع الدرس إثراءات معكم إلهام الهوش قوانين التعلم الإلكتروني قوانين الصف هي ننظر جيدا إلى الدرس أذاننا تصغي وتستمع إلى ما يقال حتى نستطيع التركيز والانتباه في الدرس helping hands نرفع أيدينا لطلب المساعدة ونقدم أيدي المساعدة لأصدقائنا عند الحاجة درس اليوم بعنوان إثراءات ماذا تعني كلمة إثراءات؟ بمعنى أننا سنراجع جميع ما تناولناه في هذا الفصل الدراسي ابتداء من الدرس الأول حتى الدرس الخامس نبدأ بالدرس الأول من يتذكر ماذا تعني كلمة بادي؟ بادي تعني جسم وحين أقول ماي بادي تعني جسمي ماذا نشاهد هنا؟ ولد من يتذكر أجزاء الجسم التي تناولناها في هذا الفصل الدراسي؟ ماذا تعني كلمة؟ ماذا تعني كلمة؟ رأس أحسنتم رأس أحسنتم ماذا تعني كلمة؟ الذي تناولناه خلال هذا الفصل الدراسي ماذا تعني كلمة؟ ماذا تعني كلمة؟ تعني ليس يد دراسي يد يد ماذا تتبعه ماذا تعني كلمة؟ يد عم ذراع أحسنتم هم 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 غريب جوب إذن لنفتح الكتاب على الدرس الأول ماي بادي ماذا تعني كلمة؟ التمرين الخامس ماذا تعني كلمة؟ ثابت ماذا تعني كلمة؟ نكتب على النقاط ماذا تعني match نصل إذن لنكتب على النقاط ثم نصل للكلمة الصحيحة مع الجزء الصحيح من الجسم الكلمة الأولى head ماذا تعني كلمة head head تعني رأس أحسنتم head الكلمة الثانية arm من يتذكر ماذا تعني كلمة arm تعني ذراع where is the head where is the head excellent where is the arm ماذا تعني كلمة arm تعني ذراع أحسنتم نصل الكلمة مع الذراع listen to numbers الدرس الثاني بعنوان numbers من يتذكر ماذا تعني كلمة numbers one two three four five six seven eight numbers تعني الأعداد الأرقام أحسنتم إجابات رائعة نفتح على الدرس الثاني listen to numbers practice number three التمرين الثالث match ماذا تعني match نصل أحسنتم نصل المجموعة مع الرقم المناسب so we have to count let's start one two excellent three four five six seven eight nine ten ten ما هو العدد الذي يلي number ten eleven excellent and twelve where is number twelve excellent this is number twelve المجموعة الثانية one two three four five six بصوت أعلى seven excellent eight nine ten and eleven where is number eleven good job نتأكد من أننا قد قمنا بالتوصيل بهذه الطريقة أحسنتم lesson three is letter d من يتذكر ماذا تعني كلمة letter letters letter a letter b letter c الأحرف أحسنتم تناولنا letter d تناولنا أيضا كلمات تبدأ بletter d مثل ماذا what is this what is this ماذا يسمى التمر باللغة الإنجليزية من يتذكر great job dates repeat after me dates 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 excellent who is this doctor أحسنتم سهلة جدا لنصل الصور بالكلمات المناسبة الكلمة الأولى d dates where is the dates excellent d doctor good job رائعين يا طلابي lesson four is letter e الدرس الرابع بعنوان letter e مرة أخرى ماذا تعني كلمة letter حرف رائعين تناولنا أيضا letter e الحرف ايه تعرفنا أيضا على كلمات تبدأ بletter e مثل ماذا ننظر للصور في النشاط الثالث الدرس الرابع النشاط الثالث lesson four practice number three what is this what is this in english ماذا تسمى الأذن باللغة الإنجليزية ear 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 excellent إذن كلمة ear تعني أذن الكلمة الثانية ما هي هذه العلامة أحسنتم علامة المخرج ماذا يسمى المخرج باللغة الإنجليزية exit repeat after me exit 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 great job الآن نقوم بتوصيل الكلمات مع الصور الكلمة الأولى ear where is the ear أحسنتم الكلمة الثانية exit where is the exit excellent أحسنتم نصل بهذه الطريقة الدرس الخامس بعنوان my family lesson five is my family ماذا تعني family عائلتي أحسنتم تعرفنا على فرد جديد من أفراد العائلة من يتذكر من هو هذا الفرد في كل فصل دراسي نتعرف على أحد أفراد العائلة في هذا الفصل تعرفنا على كلمة سنقوم بتوصيل الكلمات مع الصور مع صور أفراد العائلة الكلمة الأولى uncle which one is the uncle uncle أحسنتم great job الكلمة الثانية father ماذا تعني father father تعني الأم أم الأب father أحسنتم الأب the father نقوم بتوصيل الكلمة مع الصورة الكلمة التالية brother ماذا تعني brother هل تعني الأخ أم الأخت الأخ great job نصل مع الصورة المناسبة الكلمة الأخيرة grand father father ماذا تعني grand father الجد excellent نصل بهذا الشكل هل انتهينا من هذا النشاط أصبحنا نميز أفراد العائلة أحسنتم recommendations أو التوصيات practice we have to practice practice تعني نتدرب نتدرب على كتابة الكلمات الجديدة قراءة الكلمات الجديدة نتدرب أيضا على العد حتى number 12 great job ماذا أيضا نتعرف على نتذكر أفراد العائلة listen to an English language نستمع دائما إلى اللغة الإنجليزية درس اليوم كان بعنوان إثراءات شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته